جمهورنا الكريم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في عدد جديد ومتجدد من هذا البلطو الخاص الذي نخصصه لكم مباشرة من دار التقافة أمر أصديق بولاية جيجل حيث تقام فعاليات أيام جيجل الوطنية لأهنية شعبي كما جرت العدد دائماً ضيوفنا يشرفون في هذا البلطو واللي رايحين يعتلوا منصة دار التقافة أمر أصديق من أجل إحياء حفلات فنية في أغنية شعبي دائماً ضيوفنا عودناكم على حضور نجوم من ترى بالوطن اليوم رايح يكون معنا واحد من بين النجوم الذين سيكونون مستقبل النجوم هو شاب من ولاية جيجل يوسف بن عياش مرحبا بك الله يسلمك رب يحفظك إن شاء الله وكذلك النجم الغني عن التعريف والذي وضع بصمته الشخصية في ساحة الشعبي عبد القادر شعو شيخنا مرحبا بك الله يسلمكم يعطيكم الصحة على هذه العرضة هذه مرحبا الله فيكم شكراً شيخ نبدأ أولاً بيوسف بن عياش حتى نقلنا الكواليس كيف كانت تحضيرات يوسف أنت هذه أول مشاركة أو عندك مشاركات أخرى هنا فيه؟ حتى نقلنا الكواليس كيف كانت تحضيرات حتى نتصل إلى هذه المنصة وعندما كيف كانت تحضيرات أخرى فيه؟ ومعنى هذه المشاركات الثانية لك؟ هذه المشاركات الثانية لك في طبعاً جيداً يوسف بن عياش نعرف أنك من بين الصعيدين في أغنية شعبي هنا في ولاية جيجل وعندك أعمال شخصية لك؟ هذه المشاركات الثانية لكي تحضيرات أخرى في مدينة جيجل من كلمة محمد بري ومعنى فيديو كليب ومعنى لدي خلف سنجل ومدوميتراز ومعنى تحضيرات أخرى في المسجون ومعنى تحضيرات أخرى في ولاية جيجل وإن شاء الله يعجبها شاء الله يومي جداً يوسف من بين الشباب الناشطين لديك ميول كبير للأغنية الشعبي وحاب تبرز في أغنية الشعبي نحن الأغنية الشعبية رهي في التم نحن نحب هذا الفن والفن كما نقوله بالجلية مطيف ونظيف وما نسمحوش فيه وإن شاء الله هي أربية بورك وابا كما نقوله إن كنو في حصن للشيخ نحن نعرفاً أن نكون مع الشيخنا وما سأعود؟ ها هذا يا شيخ ما سيكون لك اليوم اعلام منصة بجانب واحد من كبار وما نستطيع معبر لك لذا كان هناك شعور كبيرة ولكن لما أصبح لدينا أيضاً أضافة كبيرة نعم لذا كان كبيرة فأنت أفهمتني كيف إن شاء الله لن نكون هناك حصن ضرنا الشيخ إن شاء الله كل توفيق لك يوسف بن عيش نتقنوا مباشرة إلى شيخنا واللي مروره هذا يعد المرور لأدري كم عندك مرات عديدة زرت فيها وإلى يجيج الكرسس وهنا في دار الثقافة ولا في والله غير واقع لها دي ربع خطرات الله يعلم كان عندي واحد العرس وسيته هنا ومن بعد وليت جيت لدار الثقافة دار الثقافة دار الثقافة دار الثقافة في أيام جيج الوطنية وغنية الشعبي هذي تعد المشاركة رقم شحال؟ هذه واحد الثقافة واقع لها هذه التروازين فيها أنا عميه واقع لها جيد جيد يا أخي واش تحب نقول لكم أنا هنا جيج الله يبارك دواقين آآ تكسر عشان والله غير دواقين واللي فامي جي والحمد لله والله كي الله يبارك وأنا عجبتني تاني لأصال إن شاء الله ما كانش لأصون والله يبارك يقول لش كلش حط على بس وإحنا تاني كما قال لك هذا يوستير مير فاللي شفتو سمعتوه يعني عندو الصوت الله يبارك إن شاء الله أنا رانيك شوف كيم أنت كيمانا ماشي أنا هذا الفن روعاء طويل وإحنا الحمد لله مني كنا صورك دانا راني هالده هادم تصوضو عشيك إن شاء الله من توضع عد الله يرفعوه والشيخ معروف عنه إن شاء الله وشوف نأخذ من عندك نأخذ من عنده أنا ما عندي بالك مثلا عندي عبسة ما شي مريحة بالك تقول لي علي عبد القدر نقول لك يعطيك الصح والله غير هي وإحد أخرين بالك تقول له يقول لك نعارب صلاحي أنا ما لا أقعد في صلاح ما فيه هدي اللي ما الله يعيشك والعزيز جميل جدا شيخو وش رايب في الجوق الموسيقي اللي يرفعوه والله الحمد لله شوف دوكاتيك ما نخافوش ودوكا شوف اللي طورة لهذا لالجيري كامل هنا ورأي الشعبي هكذا يروح مميلا ووسكيك دوك سمطينا وعنبا وزيد كما قال الجيجل دوكا كان ديز أوركاست ما تخافش كوش شاك فيل عندها الأوركاستاها هادي اللي طيبين راح لعنبا أوركاست كيف كيف هنا جينا الجيجل كيف كيف تروح مميلا عندهم الجوق كيف كيف المدية كيف كيف البليدة كيف كيف الحمد لله دوكا على الأخرى عندهم المعنى أغنية الشعبي ما زلت عندها لا زلوا كاينش دوكا لتنحيات الشعبي همالا ماشي لا كولتور مالا من تبعوش لا كولتور على الصحراء القبالي الصيفيق المالوف هم تنحى وقع ايه وهذا الشعبي ما وش كولتور تعناول كي يقول لكل من هضرو هاد الشعبي الواقي هوا مكاش لارولاف هوا مكاش لارولاف كينين هم جاين ليجيون كينين ويدلوا جديد برك هو جديد هو اللي اللي يكون متى نميتي واحد بدينا قاع بليميطاسيون أنا كنت نميتي حسن وكنت عند العنقة لا يرحمه بس صح ماشي باش نميتي العنقة كنت أنا خديت عليه الوطار خدمت تعلمنا المنظر عليه وتعلمنا شو يعطانا قصائد ومعنج بتروحي يعني بالعقل ومبعد حكمني وكنت نميتي الحاجة حسن السعيد لا يرحمه ها بتعرف بمعنى خروجك من هاد المشيخ خلناك بسناء طارق تاع محبوب باتي الله يرحمه حكم قال لي شونتور دلهم كل واحد دلو أصلت تعود دلو صوت ليه علش بس كل أغاني جديدة أو خرجناك عملاق دوك خلاص دوك ترني قال فلان ماشي قال دوك بزاف دوك لميتاسيون قاع نميتي بصح ما طولش عشي دقوا عدي خمسين سنة ومتا ما زفت لا ما تفرطوش في راتك الصح ما تفرطوش في راتك ويزمك جديد باشت جبت روحك من هاداك وانت لك رياص بدوك أنا نسمع يغنيك كيف يقول بلله يرحمه لك العنقيس لك عمر اسمه هما ديما هما هو يجوزينا ترسي توجه هادي اللي يتوا ويقع التروامل لهم هاشم الله يرحمه ويقع التروامل وتغنيك هو يقول غا يغنيك الهاشم لا لا الحمد لله بدينا نقع مع واحد ونبعد بالعقل جميل جدا شيخه بالنسبة للجمهور حتى يكون الجمهور مطلع وحتى نعرف أن جمهورك عريض وعندك محبين ومتعبعين خاصة للشيخ الوحيد من شيخ الشعبي لنساء الجزائر يموتوا عليه ويحبوه لتواضعه لخلقه لصيفاته الحامدة شيخ الصهارات والبرنامج بتاعك الصيفي ما زالوا عندك حفلات فنية؟ بانسر كان كان يعني غير كما كنت يعني احنا الول برح كنت فيها الظفون تاني عمري ما غنيت ما صراب المرفوه الله غير صراب المرفوه وما العفر وجاونا يعني غاشي كبير هوي يزي ستيبون قاعدت على الفاقون واحد دوميل برسان فاديك الساحة هاديك لحن دول مشيت للوندر مشيت للكويت عاديت بولي من الكويت دينا الشعبي لتم وحضرنا علف الشعبي هادا كيفاش وطلوهم كاينين الله يبارك أو كيفاش دير هات الشعبي شكل الشياخ كيفاش والموندول ما يعرفوا لوش تقلطوهم هادا الموندول أو كيفاش خلقوا الحاج محمد من عنده بدات الموندول هادا مخدوم في الدزاير ايه وعندنا الحفلات هنا يالله يبارك بروشان مو اسمه ما زالوا لك يولو البرح في اسمها هديك اللي مجيئة البحر تاني زالة اللي هي تاني على الكوات كيما هنا عندكم الله يبارك لا لا ما زال والاعراس الحمد لله ان شاء الله هاكي العادة هادا كاين وان شاء الله شكرا لك شيخ نورتنا بحضورك يا أخوة بارك الله فيك أخوة العزيز واخونا يوسف دينا نسأل المراجعين لان نتلاقينا معرفة خير ان شاء الله وانا تاني والله غير مليحك عليش مليح هادرك دوك شاك فيلي جوزت لشانطول كيما هنا جي جل كل في الحفلة هدي تعالى سوما نشحال فيها عشرة ايام شاك نهاري جوز واحد زوجتا هنا ومعتي جوز واحد تاني اللي معروض من الزاير احتكاك فرصة الاحتكاك بين الشيوخ القدامة وانا دي مليح عليه جميل جدا شكرا اذا لضيفانا الكريمين الذين عبدالقادر شاعول اللي اعتبره سفير اغنية شعبي في الجزائر هو عرف باغنية شعبي اينما حل و اينما ارتحل كذلك يوسف بن عياش اللي زارنا في هذه الحلطة شكرا لك ايضا يوسف بن عياش اللي نتمنى له كل التوفيق في مشواره المهني وان شاء الله نشوفه في مقام عالي ان شاء الله شكرا شكرا